السلام عليكم و جعت لكم في حلقة جديدة و همان طبعات ون بيس خلونا نبدأ قبل اقول لكم اي شي يوم الخميس والجمعة والسبت هذا اللي بيجي وحنكون موجودين في جدة سعودي كومي كون عادة اخيرا وحنكون موجود ان شاء الله انا باهيم ماجد احمد الياباني عبدالله الحبشي اذا في مكان او فرصة نسويكم حلقة فيتو بنسويها وبتصي وقتها جدا كذا فيتو بحر لكن لو ما في امكانية نصوي حلقة فيتو معاكم لايف برضو بنصوي في جدة حلقة فيتو جدة بتصيب فيتو بحر بالنسبة الاي اي شو بنصويها ان شاء الله بكون طاقم كله فيها وبنصوي قوة يعني او حسنا باحمد اليماني لا تنسون وسلول اسئلتكم اللي تفعونها سواء كانت في جدة كومي كون او في حلقة فيتو الحين خلونا نكمل مع وان بيس وان بيس وما ادرك يا الهي الحلقة قوية بالنسبة لي لانها اكشفت لي نظريات قوية يعني كل حلقة تكشف لي نظريات وخيالية يعني فالحلقة هذه اكشفت لي نظريات قوية وتحليلات خيالية عن البيقمم لازلت اصر ان احنا في مرحلة جديدة الكاتب يبي يظهر كفاكم اعتمادا على ان القوة لازم يكون من الدي هكي ملكي وفاكهة شيطان في اشياء اخرى يعني الحين اوجدوا نقطة ضعف لا الهكي الملكي ولا فاكهة شيطان البيقمم كابوني يبي يضرب البيقمم منها طبعا وجعنا اليك تكميلة الاجتماع بين لوفي وكابوني اول شي شفت قدامي قوة الاستراتيجيين الخطيرين اللي بيغيرون محور القصة مع لوفي لان اول شي قالوا ها كيف الوضع متأزم جدا فاول حاجة الاستراتيجي الاول تكلم اللي هو جيمبي جيمبي ماذا قاعد يقول لها قلوفي يقول لها حدسك يقول لك تثق فيه ولا لا هذا اللي يبي يعرفه انا على الحين يعني جيمبي مصر على التعاون مع كابوني شفنا الين اخر الحلقة وهو كيف قاعد يبذل الغالي والرخيص او الثمين والزهير للحفاظ على موضوع التحالف مع كابوني بس سؤال واحد قبل ان نبدأ الكلام هذا كله يلوفي تثق فيه بحادسك ولا لا انا استراتيجي انا محنك انا مخطط لكن اثق في حدسك انت القائد فانت قيلي حدسك وياي اسوي لك الخطة حدسك مبويانة بتطقاك اشيله اكنسله لا تشيلهم بس انت شو تقول لوفي اه شاقول 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 لكن لوفي مو قادر يركز ليش لوفي عينه على هذا اللي يجالس كتير يقول لي ملاحظت انيش باسيزة ملاحظت انيش باسيزة انا قلت الحلقة اللي فاتت لما صرت مع احمد اليماني بس يعني ما تطلع في الانطباع قلت له هذا انا قلبي مهوجس منه هذا مبعا جبني وضعه بس انا تعوت اني ما اتوقع حق شي ممكن يبين في حلقة او حلقتين لازم شي ياخذ كذا حلقة لان ابيعيش المتعة لان احيان احس حيانا لا توقعت انا حق على نفسي فهمتو فا ابيعيش المتعة لا توقع منه هذا ولا اشغل مخي فيه خلوني في اشيه ثاني او اطلع دقنبول او اتابع ابليش اتابع عينبو اهم شي اعيشي سالفة هالشخص اللي قدامي في الحلقة هذه اللوفي يقول انت سيزة انت 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 سيزة فقال لا انا مو سيزة لا انا واحد اشبه انا قستينو انا احادت لها من جديدك وحرفتها هذا سيزر سالت انت سيزة الفلن نجدك وقال لا انا جاستينو اوه انا اراس انا شكيت فا انا 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 سيزر الخطه اوه ان شخص لسيزر ويوثق نفسه انه يكون هو الحارس الامان للبيكومم والمثل دائما يقول من مأمنه يؤتى الحذر ووشمشون تضربه دليلا اي انه راح شوف الشخص الحذر اللي ما احد قدر يلمسه امسك عنده الامان كن انت الامان لا يعني لا تحاول تضرب الامان حقه لا 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 صر انت الامان خلاه يثق فيك تقدر تضربه وقتها وعلمه رمايته كل يوم فلما اشتد ساعده رماني هذا هو الحل مع البيجمام فكابوني لما تكلم انه راح وتعاون مع سيزا وهدده بالقلب حقه وخلاه ينضمني عشان يسوي السلاح هذا كابوني هنا قال خلصوا علي ولا بقتلكم تاه قافلا وياي بدون شيء انتم معتهموني قال لا سنجي ممكن هشي تسويه بس لازم انا اوجع لحفل الزفاف قبله بساعتين واذا انه مو موجود بشكون واذا شكه ويحتلت فيه وخططك كل اخترب انت تحتاج حفل الزفاف عشان سيبو خططك قال كابوني اوكي مو مشكلة اقتلهم واخليك قالوا لا مبسولة يا حبيبي احنا راح من نسوي الخطأ اللي سوينا ذلك المرة اللي قلت لكم عنا دخلتهم عند كابوني مو طبيعية لما تخلوا عنده زهر تسليكة الدرجة هم نفسهم الحين يقولون ترى خطأ يعني اللي صار هذا وثاقنا خليناك تسيطر علينا نخدعنا ايام كان هذا خطأ وما هي تكرر مرة ثانية مو بها السهولة بتأكلنا فالحين خلاص كابوني مو بحنا اللي نحتاجك انت تحتاجنا اكثر مما احنا نحتاجك انت شفنا دخلين مدعمين مخربينها مخربينها فشنه عندك اللي استغلت مني ناسيزار يهدد كابوني بولده اذا انما نفذ اتفاقهم صحي يهدد بولده وولده عنده شون تهدد بولده عندك انت سويت شي اي ولا شي القصة يعني مار الموضوع ملحوظ فعالعموم هنا استراتيجيين تحركوا جيمبي والسنجي في طاقم لوفي سنجي الامير سنجي الامير سنجي الامير مستر برنز من حدث أربستا اللي كان يخطط على كوكودايل ساعدهم في الهوب النسلوبي تخطيطات الخيالية والحين هنا قال حقبوني كلمتين وسكتها هذا سنجي اللي انا عرفه هذا سنجي نكما هذا اللي انا من زمان عبيه يوجع الحين يقول سلامهم بيني وبينك الكثير يسألني قبل كم حلقة تسبق الحين تمدحها وهذا شي سويت مع اكثر من شخصية اي نعم انا انسان على طبيعتي انا انسان على سريقتي ما احب انافق ما احب بجامل ما احب اكتم داخلي فهاللحظة انت سويت شي غلط اجيك اقول لك انت سويت شي غلط واطلع لك غضبي كله تعتذر تعدل نمشي ربع مرة ثانية خلاص انتهى الموضوع انا دائما اقول عطني سبب يكسر ثقتي فيك لكن ما اطلب بسبب يخليني اثق فيك انا اثق في الكل تكسر ثقتي مشكلتك فهذا النظامي معي حتى الشخصيات الخيالية اللي انا اتعاطفوا اياها فسنجي الامير والامير عادل امير عادل امير يتا 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 يستحق حفلة هذا هذا عندي كاني اشوف اللوفيت قاتل مع كايد وفرحتي بالموقف اللي سواه جنبي وسنجي في هالحلقة العموم المخطط ومع فيه تبدأ حفل الزفاف يحاولون يضربوني البيقمام لكن كابوني بحاجة لتنفيذ المخطط هذا اللي توفيره الاجواء الصحيحة انه يكون في حفل الزفاف مكان هم محوطين فيه البيقمام يحتاج خمس ثواني يضرب فيها البيقمام حالاتها هنا كابوني شرح شغلة خطيرة عن جسد البيقمام بروك من قبل ضرب جسد البيقمام سوطينك عن ضرب حديد فقال شا القوة هالي سغربوا فقال كابوني إن جسد البيقمام منيع ضربوا برصاص ضربوا مهما كان القتال اللي يتمر فيه ويتدمر المدينة دمرت مدينة كاملة ما تعثرت ضربوها البحرية بمدافع ورصاص من جرحت ولا أطبت بعمرها كسرت السفن حقة البحرية لم تخدش السيناريو هذا ونسمعناه من قبل نفس كايدو بالضبط نفس كايدو بالضبط جسد لم يخدش إذن الكاتب يلمح للقوة الثالثة البيقمام كايدو جسد لم يخدش شنه القوة الثالثة اللي موجودة عند اليونيكو ولا أحد أعرف عنها من قبل كنا نسمع القراص إن عندهم فاكهات شيطان ولا نشوفها عند أحد لين صارت خلاص انتشفت هذا 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 حتى البحرية ما كانت تعرف اللي في الأزلق الشرقي عن فاكهات الشيطان لين انتشفت أكثر لما قربوا من القوة الثالثة من قربنا من القوة الثالثة نسمع هكي كذا عزيمة تروح هكي عزيمة تروح هكي 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 وبدون فاكهات الشيطان البقمام هل هو هكي حاجه اللي يعطيها القوة هذه لا فاكهات الشيطان فاكهات الشيطان هي الأرواح والطقس إذا نتكلم عن قوة جديدة مجال القوة الجديدة اللي بتظهر اللي قلت لكم القوة الثالثة و بتظهر لنا المزايا الشخصية الحين من قبل كتشك قد تكون القوة الثالثة هي نفسها المزايا الشخصية لكن عندي الحين واحدة زي البيقمام هكي عندها فاكهات الشيطان عندها عندها في كقوة غريبة واحدة تحكم بالأرواح واحدة تحكم بالطقس أي واحدة هم إلا إذا أرواح الطقس اللي هي حطتها ما بين زيوس و برميثيوس هي اللي خاليها الشي يصير أنا زعت روح في زيوس الشمس و برميثيوس الغيوم وتصارعهم يسوي التلاعب بالطقس أوكي هنا مقبولة لكن الحين القوة الثالثة ظهرت مرة ثانية أنه عندها جسد فولاذي كايدو عندها جسد فولاذي ثنين عندهم جسد فولاذي بعيد عن فاكهات الشيطان بعيد عن الهكي قدرات شخصية هذا اللي ما خلاهم ينضربون لكن لازم تستغل نقطة ضعف بسيطة عشان تضربها تذكرون لما تكلمت عن الغول الأزرق والغول الأحمر من قبل في قصة كايدو قلت لكم كايدو يمثل الغول الأحمر لوفي بيمثل الغول الأزرق كايدو أحمر لوفي بالنايتمين ولوفي أزرق الشيء الوحيد اللي يعرفه الغول الأزرق هو نقطة الضعف الغول الأحمر بعيد يضربه الكلمة هو بقادر نقطة خلف القناع يضرب منها رجعوا للنظرية بتشوفونها جميلة صراحة هنا شراحها كابوني في موضوع البيجمام أنا يوم أتكلم حتى هذا الشيء ما صار لما تكلمت عن الغول الأزرق وغول الأحمر توم يتكلمون عن كايدو لذيك الأيام لسه مجينا عند البيجمام فقعد أقول لكم اللي شيء هذي راح يصير في الحمد لله صار يتا يتا تلميح على نظرية قوية صار بتصير لقدام يوس هذا هو حان الوقت لتحقيق النظريات يس يا محمد يس الحمد لله يس 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 والمزيد قادم العموم اللي شراحها كابوني أن البيجمام على كل اللي سوتها لم تخدش لكن يا الله صورة ماذا كراميل منين جاتنا هذه القصة حقات هذه ماذا كراميل أنه كان عنده صورة تحطها في حفلة الشاهي مرة واحد أسقطها بالخطأ ثارت لمدة خمس ثواني ثلاث ثواني قوة ثورانها أسقط اللي جمها كلهم بس كده طاحت على الطاولة من الحزن من جوحة ركبتها إذن قوة داخلية خاصة فيها في جوحة ركبتها وش راح كابوني عن البيجمام إطلاقها لهكي الملكي حقها السماوي أو الزموردي كأن نصنف الهكي الملكي حق البيجمام بشي وهذا قلت لكم عننا من قبل كل واحد لهكي ملكي خاص فيه وقودة لما نسأل على الهكي الملكي قال يعني لما سألوه شانكس لوفي كذا قال بعطيكم يهب معايكم اللي سألتوا عنها لكن ليس هكذا يقاس وهذا اللي قلت لكم عننا أنا وماجد في كذا حلقة وبتشوفونا في حلقة التساؤلات الفيتو اللي بتنزل صواناها في الكويت لما يكون عندك طاولة نقاش تحط لي اسماء بجاوب على قدر الاسماء لنتحاطها فقط لكن ليس بكذا يتقاس القوة غلط طيقة القياس القوة كذا لوفي سقط خمسالاف كم يسقط شانكس كم يسقط ريلي لا 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 غلط إذا لوفي سقط أكثر من ريلي هل بيصار هل معنان أقوى من شانكس لا 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 غلط ليس بكذا تقاس القوة في طاولة النقاش فهنا صنف الهكي الملكي حق البيجمام بلون معين لوفي لما تقاتل مع كيهوتي من قبل كان لوفي الهكي حق الون وكيهوتي الهكي حق الون وكان تيبول يقول الحين وصلنا إلى مرحلة الفائز يحدد صاحب العزيمة الأقوى مما يعني الحين نرى تنوع في نوع الهكي نفسه وهذا اللي يوضح كلام الكاتب وهذا اللي يأكد كابون يعني العموم البيجمام لما سلطاحت صورة كرامل خلاص كأنه يقول تخلت عن حذارها فقدت سيطرتها نفسها انهارت نقطة ضعفها اللي زي ما قلت لكم حتى الغول الأحمر اللي هو كايد وكان لها نقطة ضعف ما يعرفها للغول الأزرق اللي عاطفتها الزايدة وهو اللي راح يساعدها في كسرها حتى البيجمام لها نقطة ضعف تسقط قواها الجسدية الخارقة هذه لما طاحت صورة ماذا الكرامل من هي ماذا الكرامل شي كنت وقف كابوني شنون قط اسمه تامشي كذي ايه تعال قال كابوني انا ما ادي من هي ماذا الكرامل لولا شيفون اقصد شيفون اخت لولا قال حتى احنا ما ندي من هي ماذا الكرامل كلنا احنا صعقنا قوة تصراخها خلت الناس يغمى عليهم والا اللي نويه كابوني هنا ان يكسب صورة ماذا الكرامل في حفظة الشاي تصراخ البيجمامل في مدة 5 ثواني ثلاث ثواني نقدر نضربها في هاللحظة لكننا نحتاج الطعم ونحتاج الاشياء كثيرة لاننا نضربها في اول ثلاث ثواني على ما تسترجع قواتها بنوع فيها يعني خاصة ويهلكها بس من الخمس ثواني عندنا ثلاث ثواني نحتاج واحد طعم فأنت يا لوفي كون الطعم لوفي الحين قال يعني ساكت شيفون قلت ايه ايه خير انت قلت عدب هذين يساعدوا لولا كذا قال لوفي خلاص اوكي اوكي انا عجبني الموضوع لوفي قال لها من قبل شربوا تعال يا بي قاتلك لما قد حبستها في الكتاب الحين جالوقت فكتعليق على حقائق الحلقة هذي كانت جبارة قوية لكن الحلقة هذي لم تخلو من الكوميديا ايضا كوميديا الحلقة خائلية جدا من كوميديا الحلقة اولا لم يشوفوا الأكل كالو شي تأكل قال يخي عطي نعطار يعني نأكل قاموا يأكلون كبون يعني أنا أضع لك ديكور قلت لك اكل 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 ما قلت لك خل زينة ما يعرف حبيبي لوفي محضوط على الطاولة أكل محضوط لي عشان أكل هذا يا حبيبي فكبون هو يهددهم ويقول لنا ما نحن بضعاف يعني جاءت رمزية كوريدية لوفي هو يأكل العنب هذا حسلوم يقول أكل حبة حبة أكل أكل العنوبي ما يصح أكل عنوبي يأكل حبة حبة لا نصر هتلك كذا حبيبي تهدي الطاقمي وانا موجود احبال انت سيزا عاد سيزا هو يقول بقتلكم بتموتون والله أنا دائما أنغر من سيزا أنغر من سيزا مهما كانت الكوميديا الذي يضعوني على سيزا أضعك وسأتم مغبور منه لكن ما رحسيت فاخم يا خب بيت لكن كثير قال أين سيزا طاقم لوفي ولوين أنا أشعر أنه يكون دور حلو مع طاقم كابوني سيزا متحلف في لوفي ولو أريكم كلكم متعون أريكم كلكم متعون يضغط قلب يا قدي تقلب والله معلومك عندي أنا هنا ألم يعني لأ ضغط وقلب أشعر أن الألم الذي عندي أنا أرجع مرذاني يعني أنا في هذه الحلقة أحسر معناتك يا سيزا لأن الألم الذي عندي وصدري هنا فخلاص من جد من جد أنا سيزا عايش وعداتك العبو في حزبة سيزا اللعب فكانت الحلقة جدا كودي يخبيت الإنسان الذي على غريسة يوم قال عكبون يشوف حبيبي نتحالف نتحالف موو مشكلة تابعونكم مع بعض أووك بس تعال تعال بلدتك بوكس على وجهك بخبز وجهك خبزة بحط ختم الجودة برعاية بوكس التفقيع على وجهك أنك أطلقت على بيك كومس بعدين نتفاهم جاب يطلق مسكة يا جماعة على التهورون يا جماعة تعودون بلدتك خلاص 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 سبوه سبوه أصلي هنا محدة شيف تحبوه سبوه سبوه لا هذا واحد سيف لوفي يبقس وكفوني يصد بقلب سيزا يخباتي قبل قلت سيبوه وانشوك سوى بيدانك كله قلت اوه يخباتي يصد لوفي بيدها يحب قلب سيزا لوفي شوت يصدها بقلب سيزا لوفي يبقس ينطح بقلب سيزا تطعنوه في كلبه بقوص غير طبيعي سيزا سيزا يبقس سيزا يبقس 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 لهم خلصوا مشاكل خلاصوا من شاكلكم خلاصوا لتفكم وكلكم لديكم عد واحد لا يضيعون الوقت فهم قروا به طريقها انهم لا يضيعون الوقت وفعلا يتوجهون الاسقاط لكن يكونوا موجودين جنات الحلوة لا أعتقد جنات الحلوة بيقوم عليهم من قوة صراخة عن عموم هم شبه قالوا طيب ونحن نصرفين على الأصاراخات للستراتيجية والفهم قال لهم عندي هذه اللي يسمحها سيمفوني ماديشينو تنحط على الأذان سيمفوني ديفايس قالوا لا اي سدادة تذل هاتها بس قطنة قل قطنة أخلص ما فيها رجال يبيعيش استقاطية إيطالية أوروبية سيمفوني ديفايس وهم قالوا ايه سدادة تذلات الفلسف من الكوميديا الحلوة تكابوني شلو نكسر شخصيته لما شفوا ولدها يصيح صيحتك يا بابا انا اعزف وكذا يومي اتجعق وكذا نوحن كامل قال ايه 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 ابوك يقول انك مزهر عدل صوتك قال اوه اوكي اوكي ابوك يقصف الكل يقصف الحلقة والله فيها كوميديا بطالة تم التقارن خلاص طبعا هم بدخلوا الاجتماع كانت ساعة ست ونص خلاصوا الاجتماع ساعة سبع ساعة ساعات يعني ساعة عشر ما ادي عادة يعني الحلقة هذه عشرين دقيقة تعالني نص ساعة من قبل الحفل الزفاف الحلقة الجاهل بكون نص ساعة ولا ساعة من وقت المسلسل نفسه مش من وقتنا احنا ما ادي ننتظر فنحن نستنى الحلقة الجاهة عشان نحكم وهم شي يتنسون جدة كوميكون ونكون موجدين خميس وجمعة وسبت القادم بإذن الله تفتح البواب الساعة الثلاث العصر سنزل لكم اليوم او بكرة حلقة اقول لكم ما يكون دورنا هناك متى وين وكيف وكل حاجة الحين في النهاية يقول معي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت صغفك وعطو بليك لا تنسون اللايك وسبسكايب والشي اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة